نعم يا خنة النهاردة البس ده مباشر يا خنة البس مباشر النهاردة 19 تسعة النهاردة 19 تسعة البس مباشر فضل يا أستاذ دياء السلام عليكم وعليك السلام السلام عليك والله بخير حل الحمد لله أنا بس عند الموباير إذا كان إيه علي صوتك بس شوية أجل لك عندي رواية بس بجاوب علي أترك بعد التشيع إنت عندك رواية لو أنا جاوبت عليها تترك التشيع؟ أي أترك التشيع يعني إنت وقف على رواية واحدة وتترك التشيع أي فضل أي والله فضل بس أريد أن تشرح لي رواية سالم سبلان حاضر من عناية الاتنين أشرحها لك إن شاء الله مفيش مشكلة حاجة تانية أه؟ حاجة تانية غير رواية سالم سبلان الرواية مع سالم سبلان الرواية كلها بسيطة جدا بس أنا أشرحها لك بس على شرط أي جود أنت سألت سؤال أنا حجاوب على السؤال وبعد كده حسألك سؤال تجاوب عليه أي موافق؟ طيب سالم سبلان كان عبد بس ما أنت تكلم واحدة واحدة بس خلاص أنت سألتني بس أنت سألتني خلينا ناجو سالم سبلان كان عبد فاستأجرته السيدة عائشة كعبد فالعبد عندما يستأجر العبد عندما يستأجر يكون عبدا عند المستأجر له نعيدها تاني العبد إذا استأجر كان عبدا عند المستأجر من؟ الذي استأجره يعني أنا دلوقتي جبت عبد استأجرته فأصبح عندي عبد فياخد حكم العبودية طب أحكام العبودية في الكتب الشيعية قبل الكتب السنية إيه هي أحكام العبودية؟ إن المرأة جاز للمرأة أن تتكشف أمامه يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إنه يرى رأسها ويرى ساقيها يرى ساقيها ده من الكتب الشيعي طيب السيدة عائشة رضي الله عنه أرضاها كانت علمته الوضوء علمته وضوء النبي صلى الله عليه وسلم طب واحد يقول لك يعني هو ما كانش عارف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إيه المشكلة أنها تعلمه الوضوء؟ أولا لو سمعت خلينا كمل للآخر لو سمعت خلينا كمل للآخر وبعدين عديك لو سمعت خلينا كمل للآخر وبعدين عديك وقتك خلاص؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنه أرضاها علمته الوضوء هي دي الرواية أن السيدة عائشة علمت سالم سبلان الوضوء هي دي الرواية بس كده جميل؟ خلاص خلاصنا من الرواية؟ طيب جميل قوي السيدة عائشة كان هو عبد عندها فأصبح حرا ده تكملة الرواية أصبح حرا فقال لي سيدة عائشة أن أنا أصبحت حر أصبحت حر كان مكاتبا وأصبح حرا يعني خلاص المكاتب اللي عليه دفعت وأصبح حرا فالسيدة عائشة احتجبت عنه لما عرفت أنه أصبح حرا احتجبت عنه هي دي الرواية إيه الاعتراضات اللي عليك لها؟ فضل؟ قصدك أعمل أعمل قصدي ايه تفضل؟ يعني شون علمت الوضوع؟ ويعني كيف فتحة لديها؟ يعني أنا دلوقتي أنا أقول لك شون علمت الوضوع؟ أنا دلوقتي لو سألتك الآن بيعثة النبوية مر عليها 1450 سنة لو قلت لك تفضل دلوقتي اتوضأ قدامي حلائي الوضوع بتاع الخطأ خلاص دي النقطة الأولى النقطة التانية هي بتعلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها رأته ناقص الوضوع أو في شيء في وضوءه فهل سيدة عائشة ابتدت تعلم الوضوع دي ما فيها أي حاجة ما فيها أي حاجة ولكن سؤالي أنا سؤالي أنا سمعني؟ نعم سمعني؟ طيب هل جازة اسمعني بس هل جازة لسالم سبلان نفسه؟ هل جازة لسالم سبلان نفسه بعدما أصبح حر؟ هل جازة له التزوج من نرجس بعد وفاة الحسن العسكري؟ نحن نتكلم عن مسألة شرعية سيبك من المدة ما بينهم أدي إี่ه؟ هل جازة لسالم سبلان أن يتزوج من نرجس بعد وفاة الحسن العسكري؟ تس refine هل يجوز تفعل السبلان להرتزوج في الم coherent نعم هل يجوز له بعد وفاة الحسن العسكري؟ هل يجوز لسالم سبلان أن يتجوزمن نرجس؟ نحن نتكلم عن مسألة فقهية شرعية مش بنتكلم ان كان فين سالم سابلان وكان فين تنرجس ولا هل نرجس اتقابلت مع سالم سابلان ام لا لا احنا بنتكلم على مسألة فقية شرعية هل جازة لسالم سابلان ان يتزوج من نرجس بعد وفاة الحسن عسكري والله انا ما اضعت في هذا الامر ليه هي مش امرأة عادية وهو راجل عادي وده زواج جازة او لا ايه صح يا لا عادي عادي جون حلو اوي هل جازة لسالم سابلان ان يتزوج السيدة نرجس متعة لا ليه لا يعني المتعة دي الشيعة ما يعني حراب المتعة دي الشيعة حرام دلوقتي بقت المتعة حرام ايه اا اكو شروطة يعني هو حينفذ الشروط كلها يعني سالم سابلان حينفذ الشروط كلها جاز الشون يا اي عاديين ويعمل صح يعني انت قدمت اسمعني بس اسمعني بس اسمعني انا بس اوصل لايه اسمعني بس اسمعني بس اسمعني بس اسمعني بس انت قدمت السيدة نارجس عندكم وقدمت السيدة حميدة وقدمت السيدة زينب وقدمت السيدة رقية وقدمت النساء كلها للمتعة لو سمحت اسمعني 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 وطع لي الخط وطع لي الصوت لو سمحت اسمعني الآن أنت قدمت أنت نرجس وحميدة ونجمة ونساء المعصومين بعد وفاة المعصومين وزينب أيضا ورقية إلى آخر الأسماء النساء إلى المتعة والمتعة فيها كل شيء وجاي في الآخر تتكلم على وضوء شفت وصلنا بالحماقة الفين شفت وصلوك بالحماقة الفين أن أنت سايب أساسا السيدة نرجس ممكن سالم سبلان يتمتع بها تمام وممكن عكرمة يتمتع بها ويتمتع بحميدة ويتمتع كمان بكل النساء الشيعة وجايت الكلمة جاية لتقول لي عكرمة وسالم سبلان شفت الحماقة وصلتكم فين أطيني مجالة شفت وصلت مجالة أنطيك مجالة أطيني مجالة أطيني مجالة أنتم عندكم متعة لأ إحنا ما عندنا متعة لكن أنا أتكلمك عن الصورة نفسها أنا أتكلمك عن الصورة حتى لو افترضنا إحنا عندنا متعة الآن إذا إسمعني الآن إذا رخصنا المتعة رخصنا هو المتعة ولكن في المتعة فيها أشد من الوضوء يا ماشا خلاص المتعة حلال خلاص المتعة حلال إذا جاز لسالم سبلان إسمعني إسمعني بس يا عم إسمعني إذا جاز لسالم سبلان التمتع بالمرأة الشيعية بشرطها هل تستطيع أن تقول هذا الكلام هل تستطيع أن تقول نعم يجوز لسالم سبلان التمتع بالمرأة الشيعية ولكن بشروطها اتفضل قل لي كده نعم جاز لسالم سبلان ان يتمتع بالمرأة الشيعية بشروطها ما هو سالم سبلان مسلم 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 يعني يا عم جب لنا احنا عايزين اختصارات قل نعم اسمعني بس قل نعم يجوز لسالم سبلان وعكرمة ان يتمتعوا بنساء الشيعة ولكن بشروطها انا ما ابي لف وضوء انت جاي تتكلم في مسألة وضوء اديني عم امتلك المسألة انت خايف ليه شكرا ليك كده خلاص كده احنا وصلنا الاجابة للناس كلها الحمد لله رب العالمين يعني هو سائب سالم سبلان وعكرمة يتمتعوا بنساء الشيعة وجاي يتكلم في مسألة وضوء تخيلوا اسألوا يا اهل السنة جماعة كونوا ازكياء اسألوا كده الشيعة ليكي يقول لك سالم سبلان اقول له طيب ماشي هل جاز لسالم سبلان ان يتزوج من السيدة نرجس متعملة خلاص خلصت القصة حطوا في بقوهم كنا نعال ما تستحي من حاجة حطوا في بقو نعلي هل جاز لسالم سبلان وجاز لعكرمة التمتع بنساء الشيعة ما يقدر يقول لك لا ما يقدر يقول لك لا